وجدنا الكلام عن الأرقام في هذه المباراة يعني تمكن في البداية نستعرض يا كابتن إسلام الإحصائيات طبعا فكرة الاستحواز وهذا بعض اللعيبة طبعا هتبقى بعيد نسبة الاستحواز أكيد مع مازمبي كان الأفضل بعيد لكن مثلا بنكلف الرقلات الركنية أن أنت في هذا الملعب لما تاخد أربع رقلات ركنية ده برضو أمر إيجابي سامر ليه ما كنتش متخيل أنه ليه ما كنتش متخيل أنه 64-36 يعني أنا ما حسيتش بها كده على فكرة ممكن عشان خلي بالك تحسيتوا بها كده؟ لا بس هي عشان ممكن خطورة مازمبي كانت على فترة يعني مثلا مازمبي ما شو أخد الكرة وإنت على طول جهة 18 وفرص يعني الأمور كنسة بس دي الإحصائي دي من موقع الكاف لا لا أنا فاهم أنا فاهم طبعا لا يعني أصد عشان ناس برضو تبقى عارف إحنا المصادر أنا أصدأ أقول لك وإنتوا قاعدين بتتفرجوا أنا شايف استحواز القالي كان استحواز بناء يا إيمان أنا استحواز بناء في نقطة لكن كتير من استحواز مازمبي كان محاولات الكرة بتتسقط بناء لعبة قوي عندهم في الستة محاولة للهروب من الضغط العالي بتاع وسام أبو علي في أوقات كتيرة فدائما كانوا بيمرروا في منطقتهم كتير فبدل من أنت شايف نص ملعب الأهل فاضي وبتطلع بباس ولا اتنين لا أنت الأهل ضغطك في نص ملعبك فبتطلع بعشر 11 12 15 باس وفي أوقات كتيرة الأهل عرف يفتك الكرة من أماكن مازمبي الخطيرة تفضل هذا تقريبا أكدت الفكرة التي كتبت لها الكابتن الإسلام أن مازمبي فعلا هو ماسك الكرة بس هو ما يحسسكش أن الموضوع يعني طريقة النادي الأهلي ما يحسسكش أن الموضوع فيه خطورة قوي أن مازمبي لما كان يروح هي الكرة مثلا لرحها ومصطفى شبير شاله طبعا لأن طبيعي جدا في هذا الملعب وفي تلك الأجواء أن مازمبي هو اللي يبقى مستحوز أكتر على كرة لكن أنا أتكلم مثلا في فكرة الالتحام الهوائي النادي الأهلي الناجح أنت معلش ممكن نستعرض الإحصائيات تاني عشان دي الأرقام المهمة اللي هي كمان بتثبت الكلام بتاع أحمد يعني بص يا كابتن الإسلام يعني الأخطاء دي طبعا النسبية هنا بنتكلم التزديدات برضو حتى بص ما زمبي 16 تزديدة تلاتة منهم بس على المرمى فبرضو بنتكلم في نسبة يعني آه هم بيسددوا كتير ولكن اللي على المرمى بنتكلم تلاتة بس النسبة مش كبيرة بص للتحامل الهوائي الناجح ده اللي هي الكرات الدفاعية كابتن الإسلام النادي الأهلي نسبته هي المتفوخة فده معناه هنا بيوضح لك قد إيه الأداء بتاع العيب المدفعين والعيب حتى وسط الملعب في فكرة محاولات استرجاع الكرة وما إلى ذلك كانوا أفضل لو بنكمل كمان عندك التصديات هي معدل برضو الصناعيات الناجح اللي هي أو أن انت بتاخد الكرة أو قطع الكرة 50 و50 فده برضو نسبة كويسة وانت بتلعب بره أرضك على هذا الملعب باعتراض الكرة الانترسيبشن بتاع النادي الأهلي كان أعلى فده برضو بيديك الفكرة أن أنت دفاعيا إزاي كنت توقف على رجلك وكويس ببتغلطش كتير قدام الفرقة دي التصديات الناجحة الحمد لله مصطفى شبير عمل تلات تصديات وده برضو سهبت في النتيجة المراوغات برضو النسبة 50% نادي الأهلي الدقة بتاعتها 45 لمازمبي التشتيت برضو أو كليرنس بتاع الكرة 30 مرة نادي الأهلي فده بعناه أن في الفترات اللي مازمبي كان بيحاول يلعب فيها الكرات الطويلة الكرات العرضية أنت بتقدر تطلع الكرة بشكل أفضل طبعاً احنا قلنا أن لعبت الناجحة الأهلي كلها عملت أداء مميز أو عمله المطلوب منهم لحد ما لكن بعض الأرقام اللي احنا اخترناها للعيبة اللي هي مصطفى شبير لكن من الكلم كمان مش كمان الأكثر تميزة كابتن إسلام من الكلم على فكرة أكرم توفيق مسلاًا وانا عايز اشوف أكرم وعايز اشوف أحمد عبدالقادل برضو لأنه خلي بالك دايماً أنا وانا حتى في أي كلام أنا بقوله في البدايات دايماً أسأل أقول إن الأرقام هي الأساس لا تجذب ولا تتجمل يعني لما تقول ده المشاركة 72 هو شارك 72 يا جماعة ما شاركش 73 دي 72 دي كان بفضل أكرم توفيق النهاردة في مركز وسط الملعب قدم نسخة جيدة بالنسبة لأنه بقاله فترة ما بيبتديش أساسي أو ما بيكملش عدد دقيقة طويل كان واضح بعد المباراة وإن الراجل بيهزر معي يعني واضح إنه بيطلق يعني بقوله كويس وهيله بتاعه بالزبط وخارج بإصابة فالنهاردة دق التمريراته في نص الملعب جيدة بنكلم 11 إلى 18 حاجة كويسة في هذا الملعب التمريرات الطولية حتى اللي هو عملها 2 من 4 ده أمر كويس الصناعيات اللي هو خدأ وقطع الكرة على الأرض بنكلم 4 من 7 ومنهم كرتين أو كرة اللي قطعها وراحت به هجمة كانت هجمة مرتدة نادي قالي كان راح 4 على 2 وهو كان ممكن حتى أكرم يعني لو تفرج تاني على الكرة دي ممكن بعد كده هياخد قرارات أفضل من كي كان عند السلية وعتقد رضا سليم من ناحية على اليمين كانت أفضل يعني لو كان مرارها كان عنده خيارين التمرير وسم اللي هي الكرة اللي في الأول دي كان لو جتدخل ولكن القدم أفضل طبعا وحتى ارتكاب الأخطاء اللي هو ارتكاب نتكلم في خطائين للعيب في وسط الملعب والناس كلها تتكلم أن أكرم دايما تدخلاته قوية فده معناه أن هو كان مركز جدا أن هو ما يعملش أخطاء فده حاجة كويسة احنا اخترنا اخترنا برضو مصطفى شوبير ليه لأن النادي الأهلي خارق طبعا طبعا والنهاردة انت بتتطمن على حراس مرمى النادي الأهلي وانت معاك شناوي معاك مصطفى في حمزة في مخلوف فده حاجة كويسة مصطفى شوبير أربعة كلين شيت متتالي في أفريقيا برنا ملعبه ده رقم جيد جدا كابتن الإسلام طبعا نحن نتكلم في التصديات الحمد لله التلاتة اللي راحوا صدهم التمرير بتاعه حتى كان جيد برضو بنتكلم لحرس مرمى في هذا الملعب ومصطفى دايما من الحراس اللي بتحب بتعمل ده كويس الكرات الطويلة حتى كان بيبعت يعني بيرس الكرات طويلة بشكل طبعا مختلف لأن هنا في هذا الملعب انت بتشتت أكتر ما انت بتركز فإحنا جايبين بس أركام 10 عشان نبرز فكرة ان هو حاجة كويسة كحارس شاب ان انت تيبقى عندك أربعة كلينشيت خارج ملعبك في أفريقيا دي بتديلك ثقة وبتخليلك في الاستمرار عمر كويس كمان كنا نتكلم عن عبدالقادر في نقطة عبدالقادر يستحق الحقيقة ان احنا نشوف الأرقام بتاعته لان انت وانت بتتكلم زي ما بيقول ان الأرقام دائما لا تجذب ولا تتجمل هي الأرقام هي الأساس في مثل هذه الأمور بالزبط عبدالقادر الرقم دا المشاركة رقم مهم رقم 80 رقم مهم لان انت طول الوقت دا 9 و 70 لا 9 و 70 عشان نبقاش 80 قصد يلعب الجزء دا من الماتش بشكل أساسي في ماتش فارق زي دوت انت عليك دور هجومي وعليك دور دفاعي والمميز المراضي ان عبدالقادر رغم ان كان زي ما اتفقنا بيجري في الخمسين متر اللي في ملعب مازينبي كان برضو ليه دور دفاعي سواء افتكاك أو ضغط من مناطق متقدمة وكان بيرجع سبرينت قوي جدا وده يقول لك كلام كتير وبعد الماتش السلام اللي بينه بين كلها يقول لك كلام كتير يقول لك ان لا وفرحة الولد يعني فرحة أحمد نفسه بنفسه انه على فكرة احنا يا كابتن بتبقى انت قادر وفي التمرين تمام بس انت محتاج ماتش أساسي زي دوت بالشكل ده ومستوى رضى من الجماهير عنك بيخليك انت خلاص اكت انك توب فورم دلوقتي احمد من العبل الجمهور الاهلي بيحبها وبالتالي اي حاجة هيعملها حتى يبستو بيه بالزبط هو خامة مختلفة يا كابتن مش موجودة في مصر مش موجودة في مصر خليك كامع اهلي مش موجودة في الاهلي كمان وفعلا وهو اقرب الحقيقة ان شاء الله ربنا يكرمه لو فضل ميشي بهذا المستوى وزي ما اتفاقنا ان شاء الله يبقى في حتة تانية تالتة من الارقام المهمة برضو انه معظم يعني هو دخل مراوغات باربع محاولات نجح في اتنين منهم رغم انه يعني احنا انت تعتمد كاجناح على ظهير يسهلك المراوغة بسبرينت واحد يا كابتن بيسهلك المراوغة وحضرتك سين اللي عارفين يعني ما كانش دايما علي معلول ما كانش في المناطق المتقدمة كتير او في المنش دات مرة او المرتين اللي تلحم ما هو انا حقول لك حاجة انا لو بك رأيت واحد خش يقطع لجوه شوية ما دي الحاجة اللي انا بقولها دايما لحب قلت على جوه شوية فانا باجي مية وخمية يعني انا جاي مية متر ما عادش بيعملهم زي زمان ايوه اه يعني انا بتلعملها مرة او مرتين اه احطهم لها اخي في المرة او المرتين يعني انا دايما كباك افكر فيها بالشكل ده وحينا انت كباك حسيت المباريات بالنسبة لحمد عبدالقاتر برضو الفترة الاخيرة نلتمثتوا فيها دي العز بس احمد دي طريقته بس يعني في فترة كان عاملها كويس مع علي معلول بعد كده طبعا باعد طبعا رجع في ماتش الزمالك كان في واحدة ما عملهاش فعلا لعلي معلول ولا شفتوا انا كنت في الملعب وشفتوا واقا بيعتذر لعلي معلول ورجع حتى عشان يغطي مكان علي معلول وفي الماتش اللي فات بس الماتش فابهو ملحيش الجو كان صعب فهي فيه تركات دايما هيا نصي احنا بننصح اللعيبة لان هما الاخر لما كلهم بيبقوا كويسين بينعكس بشكل ايجابي على الفريق وانحنا بننبس نصيح على احمد عبدالقادر انت لعيب صغير في السن عندك فرص ان انت تبقى عندك حسن من كده اعمل عليك وفي الاخر كل حاجة يعني ربنا ان شاء هيوفقك وهتحقق اكتر من اللي انت وصلت له بكده كتير حتى دي الكلمة اللي بقولها دايما لحسين الشحات حسين الشحات ارقامه جمدة جدا يعني لو بصيت الارقام حسين الشحات بيتظلم كتير حسين الشحات في مقارنات فرده مع العيبة تانية لان ارقامه مميزة لكن حسين الشحات كان ممكن يعمل قد الارقام الكبيرة دي مئة مرة كمان احمد عبدالقادر كمان في ارقام مهمة كابتل اللي علاقة بالتمريرات اذا كان دقة التمرير نفسه مرر 12 كرة سليمة من 19 وهو تاني الاعلى تمريرا من دقة التمرير بعد كوكا في الملعب كمان الطوليات هو محاولتين الاتنين صح وده من الحاجات اللي الجناح ما بيتحطش فيها يعني ما ينفعش تقيم الجناح في الطوليات زي ما بتقيم الباكرات او الباكليفت اللي بيبقى معاهم 3-4 متر وبيرمي الطولية لا الجناح غالبا بيبقى مزنوق في ده ومن الحاجات الملعب كمان ابعاده مش مريحة والمحاولات كانت بنسبة 100% محاولتين من اصل محاولتين كمان انا عايز اقول يا كابتن ان وسام أبو عالي عمل مطش ممتاز جدا بغض نظر عن الكرة المهدرة وسام اول مرة في حياته تقريبا يعرف يعني ترتان يعرف الشيء ده اصلا يعني هو مش في لعيبة لعبة ترتانوا لعبة ما لعبتش تقريبا هو او مرة يعرف ان في حاجة اسمها كده يعني ده واحد لا بالمنظر ده بالمنظر ده والكرة الاولانية اللي ما عرفش يستلمها تقولك كلام كتير عن النقطة دي رغم ذلك وسام ابو عالي من 58% استحواز هوائي للأهلي وسام ابو عالي واخد 7 من 12 كرة هوائية كمان في نقطة مهمة ان وسام ابو عالي مش بيصب يعني نسبة النجاح في الالتحام الهواء يا كابتن بتبقى لما المهاجم يلمس قبل او المدافع يلمس قبل المهاجم يحسبها لك الالتحام ناجح وسام ابو عالي دايما بيحط الكرة دي لقدام في موقف امامي دي خريطة وسام الحرارية في الماتش كل مناطق الحمراء دي كانت في مناطق الضغط اه 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 مناطق الضغط دي وكل الكور اللي كان بياخدها من ناحية من ناحية يعني في نص ملعب مازينبي كان بيديها دايما على حدود منطقة الجزاء وده بيقولك يعني مثلا الجون اللي جابه بتعزد الجون اللي جابه بتعزد الناس خركزت في الاسست بتاع مودست وكان كويس والسكرين اللي هو عملها لكن وسام ابو عالي يواخد الهوائية قبلها قبلها على طول لقدام الباص لما يبقى قدام في الوقت ده المدافع ما بيقاش عارف التمرق وده الوقت اللي انت بحتك فيه من الباص يبقى قدام وما بيبقاش فيه تمارق لا يعني هو لانا لما اخدها برجل وضهر الجون واعمل فرصة سانيحة بري اسست او ان انا اخدها تاني حطها جون لا يقولك ان هو عنده كمان افكار جيدة في الالتحام الهوائي على ملعب زي دوت انت مش عارف اساسا تاخد يعني الخطوتين اللي قبل الجمب ولا الجمب بشكل مزبوط او الاستعداد انك تنط يقولك ان هو لأ في الظروف القياسية لما يبقى الملعب كويس مرشوش حلو والدنيا كويسة وخمته كويسة كملعب ومرشوش كويسة يعني مش هيتغير بس يبقى باذن الله يعني انا بتعشم ان هو سام فعلا يعني الحتة التهديفية فعلا هو جاب اخيرها زي ما احنا شفنا في اوقات كتيرة وزي ما هو عبر عن نفسه بثلاث اهداف في بداية مشواره مع النادي الاهلي انا بتخيل ان هو سام من اهم الناس اللي دخلت مصر كانطلاقة كانطلاقة مهاجم يعني خلينا ما نتصرعش من حكم لكن احنا بنتكلم في التلات اربع مرشاة الاولانيين مفيش مهاجم كان مقنع في مهام الملعب يمكن من بعد وليد ازار وليد ازار كنا بنقول هيضيع بيضيع كتير بس هو واضح قوي قدام عينك ان فيه يعني حركة كتير حاجات كتيرة هينفع تتنفذ احيانا انهاءات كويسة وسام لو زبط الحتة دي اعتقد ان هو يقدر يبقى المهاجم الاول في النادي الاهلي بسهولة اشتركوا في القناة